ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعه الله اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمنا مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية أكبر مؤسسة تنموية إنسانية في المنطقة تجمع تحت مظلتها 28 جهة خيرية وإنسانية وتستهدف 130 مليون إنسان وتنفذ أكثر من 1400 برنامج خيري وإنساني ومجتمعي في 116 دولة ووجع سموه خلال الاجتماع بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس أمنا مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالبدء الفوري في أهداد خطة تنفيذية تحقق الهدف الذي وضعه سموه بالوصول إلى 130 مليون إنسان خلال العشر سنوات القادمة كما وجه سموه بتركيز الجهود على بناء أكبر برنامج تنموي إنساني شامل للعالم العربي يتكامل فيه توفير الاحتياجات الأساسية من صحة ومكافحة أمية ونشر معرفة والثقافة ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية إضافة لدعم الباحثين والمبتكرين وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيى بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قال العمل الإنساني اليوم يحتاج لرؤية وتخطيط استراتيجي وأهداف محددة وإدارة فعالة للموارد المالية والبشرية لتحقيق تغيير حقيقي في حياة البشر وخلال الاجتماع قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم إن الأهداف الإنسانية التي تم الإعلان عنها أثلجت صدور شعب الإمارات والمؤسسة الجديدة هي استكمال لبناء رفعه محمد بن راشد منذ سنوات وبداية لمرحلة جديدة من العطاء وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم خلال الاجتماع أرسم حمد بن راشد نموذجا للعطاء الإنساني المستدام عبر إنشاء هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات السابقة وهو نموذج يتبنى أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أفضل فعليات للموارد العملية والبشرية التي يتم رصدها للمشاريع التنموية من جانبها قالت سمو الأميرة هي بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام عالمنا العربي اليوم يمر بمرحلة حرجة يحتاج فيها لرجال مثل محمد بن راشد يزرعون الأمل ويبثون الإيجابية ويغيرون الواقع بمبادرات تاريخية ولن ينسى التاريخ ما يقدم هؤلاء الرجال حضر الاجتماع مع المحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية وعضاء مجلسي أمناء المؤسسة مع ليريم الهاشمي ومع لحميد محمد القطامي وسعادة إبراهيم بملحة وسعادة سعيد محمد الطاير وسعادة مطر محمد الطاير وسعادة مونة غانم المري وسعادة سامي القمزي وسعادة حمد الشيباني وسعادة جمال بن حويرب وسعادة رجاء القرق وسعادة عبدالله البسطي شكرا